بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بإذن الله تعالى اليوم سنبدأ الدرس الرابع من سلسلة شرح مبسط للغة الجافة سنتكلم اليوم درس نظري قليلا عن موضوع اسمه Data Types تشوفوا ايش يعني Data Types في البداية ذاكر الكمبيوتر تخزن اي شيء على صورة كالعادة 0 و 1 لانه الميموري فقط تخزن ايشارات كهربائية اما هناك اشارة كهربائية ولا يوجد اشارة كهربائية طيب الاشارات الكهربائية هذه بتخزن فيها كل شيء سواء كانت نصوص سواء كانت أرقام سواء كانت صور سواء كانت ملفات صوتية كلها عبارة عن 0 و 1 لكن لازم نحدد للكمبيوتر كيف يفهم هذه 0 و 1 لانه نفس البترن 0 و 1 ممكن يفهمها كنص او ممكن يفهمها كرقم او ممكن يفهمها كجزء من صورة او جزء من ملف صوت فلازم نحدد هذه البيانات اللي بخزنها في الميموري 0 و 1 كيف الكمبيوتر يفهمها هذا الشيء بسموه data types او نوع البيانات تمام؟ فالdatatypes ما هو إلا عبارة عن scheme حتى لتمثيل القيم في الميموري تمام؟ عبارة عن scheme حتى for using bits to represent value القيم ليست فقط أرقام لكن ممكن تكون أي بياناتي تتعامل معها الكمبيوتر طيب نشوف مثال مثال لو عندي في الميموري مخزن هذا الشي هذا البترن تمام فيها 16 بيت طبعا البت هو الخانة الواحدة اما 0 او 1 البت والبيت عبارة عن 8 بيت البت مكان يخزن في اما 0 او 1 طيب الان عندي 16 بيت بترن كيف حد افهمها لو كانت هذه 16 بيت تمثل رقم انتجر لو كانت تمثل رقم فمعناها هيكون الرقم 103 لكن لو كانت تمثل شي اسمه character يعني حرف لو هذه 16 بيترن تمثل حرف هيكون تمثيلها حرف G فلازم نحدد لكل بيترن في الميموري ايش نوع البيانات المخزنة فيها حتى نقدر نفهمها تماما طيب في الجافا عندي في انواع data types موجودة اصلا في الجافا عددها تمانية يسموهم جافا primitive data types يعني انواع بيانات اساسية عددهم 8 انواع 8 primitive data types اربعة منهم هما integer types الانتجر هو الرقم الصحيح زي 5 7 سالب 10 بدون فواصل عشرية ففي عندي اربعة نواع primitive data types خاصين بالانتجر وفي عندي نوعين خاصين floating points number types اللي هو الارقام العشرية 5.3 سالب 2.9 كل هذه ارقام عشرية في عندي نوعين ممكن للارقام العشرية وفي عندي نوع عشان يخزن الحروف اسمه character حنتعرف عليهم بالتفصيل طبعا لاحقا وفي عندي نوع بخزن true او false اللي هو بسموه boolean فعندي في الجافا تمان انواع اساسية حنتعرف عليها لتخزين عفوا انتنا معا لانواع البيانات في اربعة منهم لتخزين الانتجر في اثنين لتخزين الارقام العشرية الفواصل العشرية في منهم واحد لتخزين الحروف وفي منهم واحد لتخزين true or false احنا بنسميهم primitive لانهم انواع اساسية في الجافا حالينا ناخد الاربع انواع الاولى اللي هي الانتجر types في عندي اربع انواع النوع الاول اسمه int النوع التاني اسمه short long byte هذه الانواع كلها متشابهة بتخزن فيها ارقام بدون فواصل واشهر واحد منهم الانت طب ايش الفرق بينهم فقط الحجم يعني الانت فيه اربع بايتس طبعا نقولنا البيت تمانية بيتس اربع بايت يعني اثنين وتلاتين بيت فبامكاني اخزن فيه ارقام من سالب اثنين مليار لعند اثنين مليار تقريبا وكسور اي رقم بين الرنج هذا ممكن استخدمه فهو رنج كبير يعني من سالب اثنين مليار الى اثنين مليار اي رقم في هذا الرنج ممكن اخزنه في الانتجر طبعا هذا كافي الرنج عشان كذا الانتجر اشهر واحد هو لانه رنج كافي فيه رنج اسمه short اصغر من انتجر بخزن فيه فقط من سالب اثنين وثلاثين الف لموجه اثنين وثلاثين الف وكسور فيه نوع اطول من الانتجر اسمه long تمانية بايت يعني 64 بيت طبعا بخزن رقم كبير جدا لكن مو دائما انا احتاج اللونج يعني فقط في تطبيقات خاصة جدا احتاج رقم كبير جدا فممكن اضطر احتاج للونج لكن عادة دائما نستخدم احنا الانتجر البايت اللي هو فقط 1 بايت فقط بنخزن فيه رقم من سالب 128 ل 127 لكن احنا غالب استخدامنا هيكون الانتجر غالب استخدامنا والاكتر واحد مشهور هو الانتجر طيب زي ما قلنا في معظم الحالات هنستخدم الانتجر لو احنا حابين نخزن عدد سكان العالم حوالي 8 مليار ففي الحالة هذه ما هنقدر نخزن عدد سكان العالم في انتجر لانه قلنا الانتجر من 2 مليار الى 2 مليار وكسور ففي حالات خاصة جدا ما اقدر استخدم انتجر فاستخدم لونج لكن معظم الحالات والاشهر استخدم انتجر بدون اي مشاكل طبعا البيت والشورت اصغر من انتجر واحيانا استخدمها ايضا في حالات خاصة يكون عندي يعني عندي ارقام كبيرة جدا ضخمة جدا عدد ارقام كبير بدي اخزنه والارقام هذه الانتجر تبعها صغير فبستخدم اشي عشان اقل المساحة استخدم شورت او استخدم بايت لكن معظم الحالات زي ما قلنا بستخدم انتجر طيب خلصنا الاربع انواع اللي هما بخزنه عدد صحيح مرة تانية انت شورت لونج بايت كل واحد له رينج معين في نوعين ايضا لتخزين الفواصل العشرية يعني ما ينفع انتجر 2.5 فلذلك في نوعين اجداد لتخزين الفواصل العشرية النوع الاول اسمه فلوت تمام بخزن فيه فواصل العشرية برينج كبير طبعا حجمه اربع بايت وفيه double هو اكتر مشهور اكتر واحد مشهور هو double بخزن فيه ايضا فواصل العشرية بحجم اكبر ففي الفواصل العشرية double هو المشهور وفي الاعداد الصحيحة الانتجر هو المشهور فالرسالة من انه عندي نوع مشهور جدا اسمه الانتجر لتخزين الاعداد الصحيحة ونوع مشهور جدا اسمه double لتخزين الاعداد العشرية تمام ليش سموه double لانه ضعف الفلوت تمام طبعا احيانا نستخدم float لو كان بتهمني المساحه اقل المساحه لكن عادة احنا نستخدم double طيب في احيانا في الجابا في مشكلة مع floating points احيانا ما بيخزنها ما بيكون قادر يخزنها بدقة عالية مثلا لو بدي اخزن واحد على عشر لانه بيستخدم النظام البايناري ما بيقدر يعبر عن واحد على عشر بالضبط او بدي خزن واحد على ثلاثة فهلقيها خزن لرقم قريب جدا على واحد على ثلاثة لكن ما خزنها بالضبط لذلك لو قلت للكمبيوتر يحسب لي بالارقام العشرية اثنين ناقص واحد فاصلة واحد ممكن يطلع الجواب مش صفر فاصلة تسعة 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 طبعا هذه مشكة موجودة في floating point لكن انت لازم تكون عارف انه هذه المشكة موجودة في الجاعة وفي كل لغات البرمج تقريبا طيب اذا الآن خلصنا ستة data types اربعة للانتجار values واثنين للأرقام العشرية نأتي للنوع السابع وهو character من اسمه car يخزن character او الحروف طبعا car يستخدم 16 bit وفي بعض اللغات البرمج تختلف 8 bits مثلا لو عندي مثال هذا 16 bit هذا 16 bit بيكون لها معنى بيكون كل حرف موجود كل حرف موجود له كود معين فهذا الكود بمثل حرف G فيه كود اخر ممكن يمثل حرف A حرف B الى اخره فالمهم يستخدم data types يستخدم لتخزين الحروف طبعا الحروف الكبيرة لها كود والحروف الصغيرة لها كود مختلف يعني G capital سيكون كود مختلف عن هذا الكود اللي هو خاص بال G طيب كيف ممكن اكتب انا الكاركتر دائما الكاركتر لو اذا كتب حرف واحد في الجابا بتحطه بين single quotation مثل حرف M single quotation حرف A between two single quotation وايضا مر علينا قبل كده slash N تعتبر حرف كلها واحد تعتبر حرف لانه حرف خاص فعيضا لما اكتبه كاركتر بحط single quotation قبله حنشوف في الدرس القادم امثلة توضح هذا الشي تمام؟ لكن ما ينفع خزن hello between double quotation على انه character لانه هذه كلمة كاملة ما هي character اما ال M character واحد y character واحد slash N اعتبرناها character لانه special character اما ال hello هذه string وما هي primitive data type وما هي character حنتعرف عليها لاحق نأتي للنوع الاخير اللي هو اسمه boolean type هذا فقط باختصار نخزن في true او false قيم احيانا بنزمنا في البرنامج ايشي نخزن في true او false فهذا هو النوع الثامن من data type الموجودة في الجافا فعندنا تمانية primitive data type موجودة في الجافا طيب مرة ثانية نعيد تمانية primitive عشان نحفظهم في اربع منهم الاعداد الصحيحة اللي هما وفي عندي اثنين للعداد العشرية اللي هما double وفي عندي واحد للحروف اسمه car وعندي واحد لل true وال false فهيك عندي تمانية primitive data type ما في غيرهم primitive data type فقط تمانية ولا يمكن اضافة primitive data type جديد طيب في نوع ثاني من data types غير primitive data types اسمه objects ففي عندي data نوعين في primitive data types ثمان انواع اللي شفناها وفي الوبجيكت الوبجيكت نحنتكلم عنه الآن الوبجيكت عاد هو data types لكن ممكن المستخدم يصممه مثلا ممكن المستخدم محتاج data type جديد فممكن يصمم الوبجيكت مثلا محتاج صورة فيصمم الوبجيكت لوصف صورة طبعا الصورة ما هي نوع بيانات أساسي فلذلك مو خزن في الجافة لازم انت تصممه او انت تصمم data type اسمه student يكون مخزن في اسم الـ student ورقمه ودرجاته ومعدله تمام وعنوانه فأي شيء انت تصممه تحتاجه كنوع بيانات ممكن انت تصممه ويكون موجود كأنه data type لكنه ما هيكون primitive data type سيكون من نوع object تمام هذه فقط ملخص لموضوع primitive data type معلومات سريعة شرحنا بعضها primitive data type use a small fixed number of bytes عادة الـ primitive data types ثمان انواع الحكينا عنهم يكون حجمها صغير ثم شفنا اربع بايت ثمانية بايت there are only 8 primitive data type ما في الا ثمان انواع رئيسية حكينا عنهم والمبرمج لا يستطيع ان ينشئ primitive data type جديد an object is a big block of data an object may be use many bytes in memory لكن بالمقابل الـ object اللي هو النوع الثاني من الـ data types الغير primitive data types هذا الـ object ممكن يستخدم مساحة كبيرة من الداكرة و الـ object عادة بيكون فيه اجزاء صغيرة مثلا لو احنا نعرف object من نوع student لازم احنا نعرفه مو موجود في الـ Java data types من نوع student انا بدي اعرف object من نوع student فلازم اخزن في اسمه فلازم اخزن في رقمه لازم اخزن في رقمه الوطني لازم اخزن في عنوانه رقم هاتفه الى اخرية فالـ object تكون من اشياء اصغر internal pieces of data تمام؟ طبعا الـ data هاتي هنتعرف لاحقا بشكل موسع الـ object حتى نصمم data types من نوع object لازم نعمل class مختلف عن الـ class اللي بنستخدمه حاليا لكن نفس الفكرة فيه object already ناس عاملينها يعني فيه object موجودة من نوع object data types ممكن نستخدمها تمام؟ هنشوف لاحقا لكن الـ programmer ممكن ينشي عدد لا نهائي من الـ data types باستخدام الـ java طيب كده بيكون عن شأن كده بيكون خلصنا محاضرة الـ data types نبدأ ناخد شي جديد فقط في موضوع الـ variables عفوا تمام تمام فقط ناخد جزء بسيط حتى نتعلم اشي عملي اليوم في موضوع غير الـ data types اسمه الـ variable and assignment statement ما هناخد منه جزء بسيط فيه جزء عملي حتى نطبقه ونكون استفدنا اليوم فائدة معينة عملية طيب الـ variable احيانا في برنامجة بلزمنا نستخدم بعض المتغيرات تمام المتغيرات عبارة عن اماكن لها اسم في الـ main memory ونستخدمها بيكون لها data types معين عشان تخزن قيمة يعني نشوف تعريف تعريف الـ variables الـ variables a name location in main memory which uses a particular data types to hold a value الـ variable اللي هو المتغير عبارة عن location في المموري مكان في المموري إلو اسم إلو data type إلو نوع حتى أفهم البيانات المخزنة فيه حتى أعرف كيف أفهم البيانات المخزنة فيه لازم يكون إلو data type وإلا لو عندي location مخزن فيه 0 1 0 1 0 1 ومو عارف الـ data types فما حقدر أفهم إيش المخزن فيه لكن لو عارف انه حرف هروح أشوف في الحروف أي حرف هذا بتبع لو عارف انه رقم هروح أحوله للرقم المقابل إلو تمام فالـ variable عنده مكان في المموري إلو اسم وإلو data types وبتخزن فيه قيمة معينة طيب نشوف كيف مثال بسيط فقط هنقف عنده عندنا مثال هذا class example زي ما قلنا بنسمي اسم الـ class وفي القوسين الخاصين بالـ class وبابل اكستاتيك فويد مين شوفنا كيف نستخدمها وإلها بداية القوس وداخل القوس الآن فيه أمر جديد هنتعلمه اليوم ونقف عنده ونتوسع فيه في الفيديو القادم الأمر هذا يسمه long pay amount يساوي 1 2 3 طبعا هو استخدم نوع long قلنا فيه أربع أنواع للأعداد الصحيح هذا عدد صحيح فيه الـ integer والlong والـ short والbyte فهنا الأمر هذا يسمه declaration of variables اعلان variables أو تعريف المتغير كيف نعرف المتغير؟ بنكتب نوعه فيه عندنا زي ما قلنا 8 أنواع للمتغيرات هو يختار نوع long لأنه يخز عدد صحيح كان ممكن يختار integer لأنه الأشهر وبعد الـ long بحط مسافة بحط اسم المتغير ممكن نسميه أي اسم مثل الـ class المتغير أيضا ممكن نسميه أي اسم حنشوف المرة القادمة قواعد الأسماء مرة أخرى وبعدين تضع يساوي وبعدين تضع القيمة اللي حاب تخزنها في المتغير هذا يسموها literal أو القيمة اللي حاب تخزنها في المتغير وفاصلة منقوطة نهاية كل أمر بعد كده بس بقول له system.out.println the variable contents هذا النص سيطبعه زي ما هو the variable contain ومسافة بعدين زائد أيضا اطبع لي هو طبع لي الجملة هذه نحن عارفين كيف نطبعها قبل كده الجملة هذه لكن زيارة قال له اطبع لي أيضا قيمة المتغير اللي اسمه pay amount اللي هو من نوع long ومخزن فيه 1 2 3 خلينا نشوف المثال هذا المثال مشابه نفتح برنامج الكودة طيب عشان الوقت انا كتبت الكود كلاس اكزامبل public static void main انا عرفته من نوع انتجر المتغير هذا الامر جديد علينا عرفناه من نوع انتجر grade يساوي 95 بعد كده قلت له system.out.println the student grade is وتركت مسافة وحطيت زائد يعني بدي اطبع شي اخر وقلت له يطبع لي grade يعني يطبع لي قيمة المتغير الموجود في قيمة المتغير الاسمه grade طبعا قيمته 95 فمفروض يطبعها 95 نجرب terminal نحط cd desktop نكبر الخط شوية تمام بعدين نحط كالعادة java c example .java في خطأ نحاول نشوف ايش الخطأ الموجود الاقوال الصحيحة system.out.println اسم الملف نتأكد انه صحيح اسم الملف نتأكد انه صحيح اسم الملف صحيح نحط كتب مرة تانية نجرب java c example .java اه غلطة لclass كتبها حرف capital فهذه مكتوبة حرف small طبعا كان هو حضط الاشارة على class انه بداية الclass هذه الكلمة مو عرفة لانه قلنا java case sensitive طيب نعمل compile كويس كان الخطأ حتى نشوف كيف نعالج الاخطاء example الخطوة الثانية اكتب طبعا هذا student grade is هال الجملة انا قلت له طبعها زي ما هي قلت له يطبع لي المتغير اسمه grade وفعلا طبعها 95 طبعا نلاحظ الgrade انا قلت له يطبعها بدون قوتيشن لو حطيت قوتيشن زي كده هيطبع لي كلمة grade ما هيطبع لي القيمة اللي موجودة في grade نجرب الان نعمل compile كمان مرة java c example فلاحظ قال لي لانه حطيت قوتيشن قوتيشن يعني طبع الكلمة زي ما هي بغض النظر عن ايش فيها قيمة وغير قيمة طبعها الكلمة ككلمة لكن لو ترك قمت القوتيشن فبيكون طبع القيمة المخزنة فيها تمام هذا الفرق طيب هيك بيكون تعرفنا على التمانية انواع وكمان بيكون تعرفنا على مثال بسيط لتعريف متغير وطبعته باذن الله هنتوسع في الفيديو القادم في هذا الموضوع تعريف المتغيرات وطبعتها واتمنى يكون الدرس واضح وشكرا لاستماعكم ونلتقي في الدرس القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته